اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اليوم سوف نجد معكم الطاجين على الفخر سهل ماهل نضيف المغادر و طريقات تحت على البركاته نحتاج للحم الغنم نرح وتمعل فان الغنم نستطيع النقر الختaster كنفرش فيه شوية دي الوصلة كنحط اللحم وكندور بي الوصلة بيتشكل كنحطه فوق البوطة باش نستغل الوقت كندير عليه شوية دي الزيت الزيت البلدية او الزيت الرومية اللي مسوفر عندك ناكن نخط بطاطا كن نديرها في نفس هذه الطاصة اللي درس فيه شرمولة كندير لها سهي شوية القزبر ومعد النوس والعطرية اللي درس في اللحم كنقلب بحماك باش تعمار سهي باديك اللي قعمه كنستف بطاطا بها تشكل مهمتما كنستفو الخضراء على حساب الطوق ديالكم وكيمكن لكم تديرو خيزو وديرو سلاوين الخضراء اللي عدكم يمكن لكم ديرو اعنا هنا بغت نديرو غير بطاطا والزيتون هالطريقة البناطر هكا تجي سهل وما كنت تاخدش منك الوقت بزال كنت بغت طيبية على البوطة صافي كتكمل اللي طيب على البوطة كنت بغت ديري على الفاخر كنت هزيك طيبية على الفاخر بلا ما سبقى يتقلي في الفي الحم بوحدو وعد تديرو الخضراء وتزيل مرقا وتكبين من الفوق وسبقى هالطريقة هادي كديس وزوينو وكيجي بنين نحن عندي الفلفلة الفلفلة اللي بنا ستكون موجودة ستكون رخيسة كنت ناخد منها واحدة الكمية وكن نقطعها بتطريفها سبع تشكل وكنديرها في الفريقو كنت سبقى مدة طويلة والوقت اللي حتاجيتها كنت جبدها كنتديرها في الطاجين في مسمين في أي حاجة كنتديرها في هاديك شرمول اللي بقاتها على بطاطا وكنهزة كنت نحطها نزوغ بها الطاجين كيف ما يمكن لك تشويها ودري عليها تشويها وتنشفيها مزيان تخليها تسقطر ودريها في شي قراءات ديول الجج ودري عليها الزيل البلدية وتخليها تجي من السماء وزوينا ان شاء الله الشي نهار غدي نشاركها معكم كنحط الفلفلة عندي الحامض مسير كنديره من الفوخ وما طيشة لنفع خراشة حالته كنجيب طاجين كنحطه كيجي مسوغ بها الشكل كيشهي صفي وكننغطى كندير واحد شوية دي الماء وكننغطى لي وكنخليه يطيب على خاطره هنا لبنطرها تقريبا ره طاب غدي ندير الزيتون وغنخليه واحد شوية صفي ونحيده من فوق المجمع اذا كنت تستعملوا الزيتون بالعظم او بالعظم او بالعظم ارحسب الزيتون اللي كيعجبكم وكندير واحد شوية دي الزيت لاوضي لك نتوفر صفي كنغطى لديه واحد خمسة او عشرة دقيق وكليكون موجود السرر البنات باش يجيكم طاجين بنين وما يلسقش ليكم ما تقووش فيه الماء وما اللي تسدوه ليه ما تقووش تحلو عليه وحتى طيب وطيقونا البنات اذا تبعتوا هذه الخطوات ستبعوا احترافيات في الطواجن اللي داق عندكم الطاجين ما يبقىش يشبع منه وخصوصا اذا كان عندك الوقت وشرملتي للحم وخليتيه واحد ساعة او ساعتين حتى يشرب هذه اللقامة احد نصبي كانت مني بديوهات اليوم وطريقتي في الطاجين انانوا الاعجاب ديالكم وتجربوها واراها غد يتعجبكم بزيب ما تنسوا مني يشمال لايك والشراك والبرتاج انطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة